أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين كل عام أنتم بخير ومبارك عليكم الشهر بهالمرنامج راح أرجع شوي بالذكريات راح أرد وأسولف معاكم شوي عن ذكرياتي أول ما اشتغلت في الكول سنتر تجارب تعلمت منها وايد فكان في بعض المكالمات وبعض الأشياء يعني ما أدري شلون أحددها ولكن مسلية يعني ممكن الواحد أن يسولف فيها ويستمتع بالاستماع إلى هذه القصص فإن شاء الله خلال شهر رمضان هذا العام سنتشارك بعض هذه المواقف اللي صارت لي لما كنت أشتغل في الكول سنتر واليوم أول يوم خلونا نشوف أول قصة عندنا كان يوم مكان في غابر الزمان لما كان قاعد وإذا بي تأتي المكانلة نواف معاك تفضل قالوا يعطيك العافي يا أخوي وضعها فيك يا أختي هياع تشلع لو سمحت أنا مشتركة بخدمة مشاري الخراز بشوفها تشتغل على الخط ولا لا عفوا نختي على نفس الرغم اللي تكلميني منه إيه على نفس الرغم ثواني بس معلومة خدمة مشاري الخراز هي خدمة كانوا يقصون 65 فلس من الرصيد أو إنه ينظاف على الفاتورة قيمة 65 فلس فاللي يصير إنه هذي تكون جمع تبرعات لبناء مساجد وبناء مراكز خيرية فهذا مختصر عن الخدمة المهم شي يكت على الخدمة أي أختي الخدمة شغالة عندك على الخط أوكي أخوي بسألك سؤال إيه أختي تفضلي الخط يبين عندك باسم منه إيه بين إختي نزيل وهو باسم رايلي أوكي أنا عندي سؤال واحد لو سمحت وأبيك تجاوب لي إيه تفضلي أختي الحين أنا اللي مشتركة بخدمة الخراز والخط باسم رايلي بسألك الحسنات تييني أنا ولا حق رايلي عفوان إختي ما كنت مركز معاك شو سؤالك الحين الحسنات أنا مشتركة بالخدمة والخط باسم رايلي الحسنات أنا أخذها ولا رايلي والله إختي ممكن تتصلين على أي شيخ ديني يقدر يفيدك بهذه النقطة أختي أنا ما أقدر أساعدك بهذا الموضوع بس أنت أخوي يعني المفروض أن تعرفون أوكي أختي إحنا نعرف إذا الخدمة تشتغل ما تشتغل فيها مشاكل خطج في شيء بس أختي أنا ما أدري الحسنات أنت تأخذينها ولا رايليك يأخذها هذا يحتاج إلى شخص متخصص أن يفسر لك هذا الشيء طبعا أنا قاعد بمخي أقول أن ما في بني آدم عاقل راح يقول لها أنت راح تأخذين الحسنات ولا رايليك هذا شيء بيد رب العالمين المهم فالأخت قلت لها أختي يعني أنا أقدر أفيدك تقدرين تتصلين على أي شيء يأخذين ويقدر يساعدك فآخر شيء ما أعجبتها الإجابة فقالت لي أوكي مو مشكلة يلا باي ورقعتها بخطة هذه كانت إحدى المواقف اللي انبهرت أنه يعني السؤال أبدا ما كان عندي في السيستم مخلي ونلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى من قصص شهيد الكول سنتر للأخوة اللي يشتغلون في الكول سنتر حاليا واللي كانوا إذا عندكم أي مواضيع أو أي حالات من نفس الأخت كتبوها تحت بالكومنت أو شاركوني فيها نزولي إياها فويس أو فيديو ورح أعرضها إن شاء الله في الحلقات الآية شكرا لكم على المتابعة ونلتقي في حلقات أخر سين لام يعني سلام